انت يا رب جاي ورينا البرنامج بتاعك على فكرة الدول الغربية بتاخنهج هذا المنهج لما يترشحوا اتنين لرياست الجمهورية في التليفجين كل واحد يطلع ويقول انا لو بقيت رئيس اعمل كذا وكذا 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 واصلح كذا واعمل كذا والناس ايه تسمع ويجي التاني يقول لك وانا لو بقيت رئيس اعمل كذا وكذا واللي يقتنعوا به الناس ينتخبوه المسيح يسوع بيقدم لنا برنامج ملكيته الملك برنامج الملكوت بتاعه بدأ البرنامج انه جلس جلس اه ما عني البرنامج اي برنامج يبدأ بالسلوك وينتهي بالجلوس يبدأ بالسلوك وينتهي بالجلوس يجلس يعني ايه يعني يريح يعني يريح لا ده جلس والخطاب اللي قدمه جلس وبعد ما قدم الخلاص وسلك صعد للسماء وبرضو ايه جلس جلس عن يمين العظمة ده الجلوس تقدم اليه تلميزه وليه هنا الكتاب يقول تقدم اليه تلميزه لان دول الاساس بتوعه ورشاليم اللي هو عرسته عرسته مدنته كنسته ورشاليم السمائية لها 12 اساس عليها اسماء التلميز الاثنى عشر تقدم اليه تلميزه وفتح فاه وقال طوبة كلمة طوبة اللي هي ما فيش حاجة تقدر تعبر عليها عنها غير كلمة هندية اسمها نيرفانا حالة النيرفانا يعني ايه نيرفانا يعني السعادة القصوى لان طوبة مش سعادة بس سعادة لا يعلوها سعادة جاي للسعادة اه مصلحنا جايين للحزن والبكاء والدموع نزلنا من بطن امنا نعيط وعشنا طول عمرنا نعيط لان مولود المرأة قليل الايام شبعان تعد ده حياتنا وبدأ بكلمة طوبة والتطوبات يا احبائي تسعة ايه تسعة تطوبات التلاتة الاولانيين اسمهم التطويبات التأسيسية والتلاتة اللي بعديهم اسمهم التطويبات القيادية يأسس ويقوم يبقى دي كام ستة السابعة اسمها تطويبة الهدف التامنة والتسعة الدائرتين التي يتم فيهم التطوبات المسيحية والعالم كده خلصت التطوبات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة